الهند بلد الملياري وبلد العجائب وفي زمن الكورونا تزداد الحكايات الغريبة القادمة من هناك فبعد صور العنف المفرط من الشرطة لفرض حظر التجول يخرج الشرطي بشخصية ما بين الخيال والواقع وينتحل شخصية فيروس كورونا الفتاك ويلاحق المخالفين في الشوارع ويحذرهم من فيروس كورونا فكرنا بشيء غير الإذاء أو التوبيخ وكل ذلك لذا نفعل ذلك بطريقة أفضل بحيث يوضع ذلك في الاعتبار صممنا هذه الخوذة الخاصة التي بدت مثل الهالة وأنا أسير نحوهم الناس يخافون ويسألون ما هذا الفكرة جاءت للشرطي لتوعية الناس بخطورة الفيروس وعدم التجول بعد فرض الحكومة إغلاقا عاما في البلاد لمدة 21 يوما الفكرة لاقت استحسانا من الناس على عكس تلك المشاهد التي انتشرت بكثرة عن تعامل الهند بقصوة مع المخالفين وبطريقة تسيء لحقوق الإنسان أردت أن أفعل شيئا بطريقة وردية لجميع أفراد الشرطة الذين يعملون هنا لذلك ابتكرت هذه الفكرة من خلال إنشاء خوذة مختلفة هذه الخوذة ستجعل الناس بالتأكيد على علم بخطورة فيروس كورونا ربما قد تحمل فكرة هذا الضابط تأثيرا أكبر من العصى في التعامل مع المخالفين أقد يتساءل البعض لماذا لا تفرض الحكومة غرامة مالية بدل استخدام القوة يبدو أن السلطات مرتبكة في مواجهة الفيروس حتى الآن مع استمرار الازدحام في البلاد ترجمة نانسي قنقر